الدولي لصالون الكتاب بالجزائر كرس السياسة الجغرافية للكتاب حيث أنه عندنا من كل البلدان من كل القارات عندنا لها السنة أكثر من 47 دولة مشاركة و54 جنسية لماذا 54 جنسية و47 دولة أجنبية لأن هذه السنة لاحظنا شيء البارز والحاجة الجديدة في الطبعة الثالثة والعشرين أنه صبحنا في عظمى أن ندروا دعاوات للناس عادوا الناس هما اللي يطلبونها في الدعاوات بشأن المشاركة هذا حاب يقول نعم الجنسية كثرة ولو على المستوى الفردي كتابه وقامت في الأدب هما اللي يطلبونها بشأن يكونوا محيز في الأجنحة أو في النشاطة الثقافية أو يشاركوا في أي نشاط يبرمج من قبل المحافظة هذا يدل عن شيء فإنما يدل على أن السيلة من سنة إلى سنة يعني ياخد أبعاد أخرى حتى بلغنا هذه السنة أكثر من حوالي 2018 نعارض بينهم أكثر من 750 من البلدان الأجنبية يعني كرسنا أيضا البعد العربي والبعد الإفريقي وهذه السنة البعد الأسيوي بصفة خاصة بالنسبة للمشاركة العربية ما هي أكثر أدول الحاضرة في هذا هي من الدول المتواجدة لهذه السنة هناك العربية السعودية هناك تونس هناك المغرب هناك مصر بحداتها اليمن هناك نقوله تقريبا 80% من الدول العربية ستكون حضرة هناك أسماء معروفة من دول عربية نعم أحبيت القصدية دول نشر أو البلدان أسماء لمؤلفين نعم هناك مثلا من مصر السيد عصفور الوزير ثقة في الأسبق للجمهورية المصرية هناك أيضا من تونس وهناك من مغرب بالإضافة إلى قامت أدبية وفكرية من الدول العربية بالنسبة للدول الأجنبية الأوروبية إذا صحت على القول بعيدا عن أسيا لأنه حسنا الحدث عن المشاركة الأسياوية لهذه السنة بالنسبة للكتاب من أوروبا هناك كتاب من أوروبا وهناك أيضا من كتاب من أمريكا البعد التاريخي للسنة في هذه السنة مثلا فيما يخص تاريخ الجزائر الذي يقام كل أول نوفمبر في كل دورة سيعرف محاضرة قيمة من الكاتب الأمريكي سيد كونيلي وهو متخصص في حرب التحرير الوطنية وإنسان يقام ثاني من قامات سيتشرف الصالون بحضوره ويقوم بمحاضرات إلى جانب أيضا الدول الأوروبية أو البعثة اليونيو أوروبين في الجزائر يعني عندها محاضرات أيضا من هذا الجانب ونجيب ثاني منشيطين لهذه المحاضرات وقامت أيضا في يوم مخصص لها هذه السنة نتحدث الآن عن المشاركة الجزائرية المشاركة الجزائرية أكثر من 270 عارض فيها محسوب جميع معظم دول النشر المتواجدة في الجزائر ترجمة نانسي قنقر